طب بشري أحسن كلية في مصر؟ لا لا أخلص كده هو؟ اه طب بشري أشرف علم في الكوم بعد الشريعة؟ اه يقول الإمام الشفعي إنما العلم علمان علم الدين و علم الدنيا فالعلم الذي للدين هو الفقه والعلم الذي للدنيا هو الطب و برضو الإمام الشفعي بيقول لا تسكنن بلداً لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك فالطب أشرف علم في الكوم بعد العلوم الشرعية أنا حبي تبدأ بالمقدمة دي علشان ما حدش ياخد الفيديو من منظور اللي هو أنت جاحد على العلم اللي أنت بتدرسه و أنت بتستنكر الطب في مصر خالص يا جماعة أنا بتكلم النهاردة عن العيوب اللي شفناها كطلب الطب بشري بعد تقريباً دلوقتي دخلين في سنتين دراسة أنا دلوقتي في الترمي التاني في تانية الطب بشري فهتكلم عن الحاجات اللي بتقابلنا كصعوبات وكمشاكل بين وجهها في الكلية فأنا لخصت المشاكل اللي بتقابلنا في خلال نقط هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله والكلام اللي هنقوله النهاردة برضو هساعد الناس اللي في صناعة عامة إنها تختار الكلية بتاعتها من منطلق إن فيه ناس بتخش الكلية وتسقط عادي جداً معنا ناس في الدفعة بتخش الكلية وتسقط تجيب مقبول العافية فإنت أصلاً ما انتش عار في الكلية فيها إيه فميزة إنك تسمع من حد جرب الكلية أو حد بيتعلم فيها قريدي إنت بتاخد الخبرات السلبية اللي بيمروا بيها وتحاول تتجنبها لو دخلت الكلية أو أصلاً ما تدخلش الكلية علشان ما تعيشي اللي هم عايشينه فلازم تسمع من الناس اللي أكبر منك اللي بتدرس في المجال أول حاجة طبعاً الكلية مش سهلة الكلية مش سهلة وهتستنفس طاقتك وقتك مجهودك مدياتك ومعنوياتك الطب في النظام القديم كانوا تعريباً بيروحوا الكلية مريح ممكن يروحوا على الساكاشن مثلاً كل يوم سيكشن مثلاً ولا حاجة يروح في اليوم ساعة ساعتين وبيرواح على كده وكان الله بالسر عليه دلوقتي مع النظام الجديد ست سنوات انكبسوا أو انضغطوا في خمس سنوات بقى الكلت مركز جداً فلازم طبعاً الناس اللي بتدرس في الكلية معذور وهو اللايحة بتقول كده لازم يدرسه كذا في المدة الفلانية فهو لازم يدرسلك الكلت اللي محطوط ليه في اللايحة في المدة الفلانية فبيضطر يضغطك فتقريباً بالروح الكلية كل يوم تقريباً من السابت للأربع أو من الحد للخميس وساعات بالروح من السابت للخميس ومش بروح مثلاً تلت اربع ساعات واني يجي لأ بإحنا كل يوم بنقعد من تمانية ونص لحد أربعة ونص أو لحد خمسة عادي جداً ومن السابت للأربع ومن الحد للخميس وساعات من السابت للخميس فبالنسبة للوقت وقتك ميت في الكلية حرفية طيب خلصت بقى يومك الجميل في الكلية واليوم كان جميل جداً ومن تمانية ونص لحد أربعة ونص أو لحد خمسة ارجع بقى البيت طبعاً المفروض انك تريح بعد يوم شاق في الكلية مش اقل مثلاً من ساعتين على ما تتغدى بقى وتصلي الصلاة اللي فاتتك في اليوم وكده مطلوب منك انك تقعد تذاكر اللي خدته في الكلية طيب ما عنديش وقت وما ذكرتش هتزقط وش مفيش يا كده يا كده الا الا لو انت غشش طب انت غشش في الكلية هتنجح ممكن تنجح طب هتجيب تقديرات وكده ما زمش ما ينفعش ما تجيش ما تجيش بالمنطق خالص ولا بالعقل ولا بالدين ولا اي حاجة ففي الكلية هتغش ممكن تنجح بس انت دكتور لا عارف حاجة لا بتدرس عشان حاجة لا عندك هدف لا ما فيش اي فايدة من الغش في الكلية دي بتدرس طب باشا مش عشان تجيب مثلاً امتياز او عشان تجيب مقبول اوك انت بتتعلم حاجة وقدام في المستقبل لازم كل حاجة تعلمتها اكيد هتستخدم معظمها فبساطة لازم لما ترجع من الكلية تعود تذاكر طب قولي بقى انت قضيت في الكلية مثلاً في يوم من ايام الاسبوع بعد كده مثلاً نمت الساعة 11 لحد الساعة 6 الصبح قمت روحت الكلية وهكذا وتدور الايام على هذه الوطيرة انت فين مفيش اي حاجة خالص بتتعمل مع الكلية في الايام دي تاني حاجة بتقابلنا او تاني مشكلة بتقابلنا احنا كطلبة بنتعلم في بلدنا ان الشهادة بتاعتك اللي بتاخدها لو انت روحت تتشتغب بها مثلاً في شركة انترناشنال فهو ممكن ما اعترفش بيك اصلاً احنا كاطباء بشاريين لما تتخرج لو انت عايز مثلاً تعمل معادلة علشان تسافر بره حاجة مثلاً زي اليوزمل لازم تعمل معادلة يعني ايه معادلة معادلة يعني بتذاكر تاني ويمتحنك من تاني عشان يشوف مستواك في المجال او في المادة لحد فين علشان يقدر يشغلك عنده والمعادلة دي مش بتبقى حاجة بسيطة خالص خالص بتبقى حاجة معقدة جداً وصعبة ومش ايحد بنجح في الاختبارات بتاعتها حتى لو مذاكر وكمان فلوسها كبيرة جداً مش بسهولة ولكن اللي ربنا بكريمه يسافر في المعادلة دي سواء مثلاً سافر امريكا او انجلترا ده اللي انا عرفه بتبقى الفلوس جمدة جداً بعد السفر لان هناك فعلاً بيقدروا الاطباء وعارفين يعني ايه طبيب بشري وعارفين قد ايه هو لما يقدر الطبيب بشري الطبيب هيقدم له ايه لمنظومة الصحة اللي هيتعتبر من اهم المنظومات في اي دولة ثالث حاجة طبعاً الفلوس جماعة لازم نتكلم في الفلوس ما فيش مشكلة ان احنا اشرف وانبل علم في الكون بعد الشريعة بس برضو ما انا لازم عيش ما انا مش هاخدي من الناس وعمل حاجات خير ومش يعيش اه طبعاً رزم عندي ربنا كل حاجة لكن برضو انت كبن ادم او احنا كاباشا باسف عمه بتبص المستقبل وبتدعم كده الدراسة في دماغك هل مثلاً انا لما تخرجها اخد مثلاً فلوس تقدر تعيشني عيشة كريمة ولما تجوز تعيشني انا واولادي والكلام ده كله فالمستقبل الفلوس بعد الكلية حاجة محبطة جداً فانا اتمنى ان شاء الله ان العوضات يتحسن في المستقبل ولكن اللي بنسمعها والارقام اللي بنسمعها اللي الاطباء بيتقاضوها بعد ما يتخرجوا ارقام محبطة جداً جداً متعيشش فرض لو انا عيش لوحدي مش بصرف على احد الرقم اللي هاخده مش هيكفيني عيشة كريمة خالص فتخيب بقى انا متجوز بقى ومخلف وعند مصاريف وبصرف على اهلي والحاجات دي كلها فالارقام بعض الكلية محبطة جداً خامس حاجة حابب اتكلم عليها وهي لازم تعرفها قبل ما تخش الكلية امتحانات الكلية حرفياً في كلية طب بشري انت بتمتحنك ترمي بتروح الكلية اصلاً اللي هو امتحانات كتيرة جداً تقريباً كده يعني في كل الكلية في النظام الجديد الترمي بتقسم لتلات موديولات الموديول دوت مثلاً بتاخد كم من المنهج مثلاً سيستم معين مثلاً زي الريسبيراتور اللي هو الجهاز التنفسي أو الرينا اللي هو الجهاز البولي وهكذا يعني بتاخده في مدة معينة مثلاً أربعة أو خمس أسبية فالترمي تقريباً بيبقى فيه 3 موديولات كل موديول بيبقى فيه كوزات امتحانات عمل سنة في أخر موديول بيبقى فيه امتحان على النظر كله امتحان عملي على العمل كله بتاع الموديول ده موديول طيب موديول اثنين ثلاثة تعال بقى اخر الترم فكر الموديول اللي انتخدته فيه فيه الترم اه فاكر وهتمتحن تاني علي نظر امتحان فاينال علي درجات كبيرة جدا طب فاكر الموديول التاني اه برضو نتحن علي فاكر التالت اه برضو نتحن علي فالثلاث مديولات بتتمتحن عليهم في اخر الترم امتحان فاينال علي المنهات كله ودي بطلق حاجه صعبة جدا جدا بس مش كل الكليات احنا عندنا في المنوفية بتعمل فينا كده ولكن مثلا في حتة شبهبانها او طنطا هما بياخدوا الموديول هو نهائي خلاص خدوه دلسو خلصت على كده مفيش اي حاجات تاني خلاص مفيش امتحانات تاني ولكن فيه كليات زي كليتنا اللي هي شبين الكم جامعة المنطفية اللي امتحانات فيها زي ما بقولك كده اثناء الموديول بتمتحن جزم تحان وفي اخر الموديول بتمتحن نظر وعملي وفي اخر الترمو بتمتحن على التلات موديولات فالموضوع شاق والامتحانات كتير جدا حاجة بقى كمان وهي فكهية جدا اللي هو دخلت طب بقيت دكتور اكشف علينا بقى يعني بيقابلك وانت في الكلية لسه في السنوات الاولى في الكلية والله حتى لحد ما تتخرج اصلا يعني ان بيتعالد عليك حاجات انت اه عارف حاجات وعارف حاجات كلينك لو تعرف تعاليك حاجات وتعرف تكتب ادوية لحاجات معينة ولكن دايما الحظ بيبقاش حلو معاك وبتعالد عليك حاجات انت مخطهاش والناس ما في الكرة مدام انت فطب بشري انت خلاص بقى اعمل كل حاجة وخصوصا لو انت في الارياف يعني الناس ما عندهش الوعي الكامل ان انا يمعها لسه لسه ما يعرفش الحاجات دي انا الموضوع كبير جدا جدا والناس مش متخيلة ان الطب بيعالج اربعة في المية فقط من الامراض المنتشر في العالم فمهما انا تعلمته ومهما عرفت كل حاجة بقيت استاذ دكتور في مجالي مثلا في التخصص لنا فيه برضو مش كل حاجة لها علاج ومش كل حاجة نقدر نعليجها ولكن احنا بنسعى وشيفها من عند ربنا ان شاء الله ولكن بتكلم في النقطة دي عن الحرج اللي انت بتتعرض له والمواقف السخيفة اللي انت بتتعرض لها اللي هو اكشف عليك وانت اصلا بتعرفش حاجة فدي مشكلة قابلك يعني اظن ممكن تحسن مع ناس كتير يعني في بعض الكليات منها كليتنا مثلا مش بتبقى على المستوى الكافي ان افهم كل حاجة في الكلية وبيبقى مطلوب مني ان احضر كل حاجة ساكاشن توتوريالات في الكلية وكل حاجة علىها درجوت طب مش بستفيدنا من كل حاجة ليه تكبرني ان احضر كل حاجة في بعض المحاضرات مش بنحضرها يعني ما حدش بيتكلم ولكن في محاضرات الدكتور لما يلاقي ناس كتير غيره في المحاضرة ياخد الغياب ويناقص وبتاع ساعة مش بنقص ولكن بيحصل الكلام ده فاللي عوز اوضحه بقى في النقطة ديات ان في بعض الكليات مش على المستوى الكافي ان يوصال المعلومة بشكل صحيح ازاي مثلا مثلا في الاناتومي التشريح جسمنا جماعة ما ينفعش ببص مثلا على سيدري من هنا انت تشوف قدام بس طب جوة انت لازم تبص علي من وره طب الجنب لازم تبص من الجنب طب تحت بص من تحت فالازم كذا اتجاه عشان تشوف كل حاجة طب مثلا في الساكاشن بتاعتنا بنشرح مثلا عن عضلة مثلا او حاجة جايه الجسم يجيب لك صورة مسطحة كده طب انا مش عارف اتخيل اقعب بقى معاناة مع الدكتور على ما هو دي الشرح ليه بقى هو يتخيل لي على جسمي وعلى جسمه وحور الجنب جدا في المقابل بقى بنسمع في كليات تانية ان فيه جهاز مثلا سيري دي او فور دي كمان جثة الكترونية مثلا او صورة الكترونية ولكن لها كذا اقعد بتعرف تشوف كل حاجة ارجن وانسيرشن واتجاه وبتاع بتعرف تشوف كل حاجة بس فيه كليات زي كلتنا مثلا مفيش الكلام ده اخر حاجة اقعز اتكلم عليها وهي حاجة يعني مش عارفين اه المستقبل في ايه دلوقتي انا لو انا عارف ان هتخرج اشتغل في المكان الفلاني وهقبط كذا زي ما قدتلك قبل كده هبقى مرتاح من جوايا وهبقى جوايا حافز انا بشتغل عشان وصل للمكان ده ولكن لسه مش عارفين كل شوية كرارات زي كده انا تسنمي عم نظام جديد نفس الكلام طب نظام جديد كل شوية كرارات طب بعد ما تتخرج هتشتغل الماجستير في وزارة الصحة خمس سنين اه ثلاثين الف جنيه في الشهر طب لا اده كلام اي كلام طب انا عاوز استكرر على حاجة ليه عشان انا لو درست كويس مستقبلي في بلدي انا هبقى عارف قدام في ايه طب والله لو قدام ده عاجبني انا هخليني مستمر علينا فيه طب قدام مش عاجبني لا هبدأ بقى اشوف طريق تاني هبدأ ازاجر في المعادلة من دلوقتي اشوف المعادلات نظامها ايه امتحنا تعمل ازاي اتدرب وهكذا فدي برضو مشكلة نتمنى توضح يعني مع المستقبل ان شاء الله يعني برضو لازم يكون فيه عقبات وعيوب للنظام الجديد لانه نظام جديد وبتطبق الاول مرة فلازم يكون فيه عيوب طبعا بس ان شاء الله امنى في ربنا وفي الناس اللي قائم على تعليمنا يعني امنى فيهم كبير ونتمنى مصر تقفز كده يبقى لها سبايك كده في مجال التعليم يعني وبس كده حبيت في الفيديو دو تقلقي الضوء على العقبات او السيئات او الحاجات الوحشة اللي بتقابل طالب طبب بشري في مصر بحيث لو انت حد مسئول وبتسمعنا فانت تقدر تساعدني ابقى ترخيرك او لو انت طالب سنو عامة تبقى عارف الكلية فيها ايه عشان ما تخشش وتنصدم وتبقى عارف ان الكلية صعبة قبل ما تدخلها وبس كده نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي انا بحبكم في الله السلام عليكم